رفض بالمطلق لا ولكن لا هو حق في طلب أي وثيقة في حال شعر المراجع أنه مظلوم أو أن الطلبات تعجيزية هل يمكن أن يتقدم بشكوى لجهة معينة؟ الحقيقة هذا الأمر جدا متاح ويؤتي ثماره الحقيقة يعني لأي مراجع في الجمهورية التركية له الحق في اللجوء إلى القضاء والقضاء الإداري في المحاكمة التركية الحقيقة هو مفتوحة وإن كان هناك بعض التأخير بعيدا عن المحاكم عندما أذهب إلى أي دائرة حكومية لنقل إلى الهجرة والمكان استخراج الإقامات وواجهة مشكلة مع الموظف بطلبات غريبة أو صعبة في نفس المكان في نفس اليوم هل يمكن أن أذهب إلى جهة معينة وأتقدم بشكوى لتسهيل أموري؟ هلأ ممكن تراجع الشيف الشعبة إذا سمح لك بصراحة يعني مراجع إذا سمح له أو الاستعلامات يا أخي أنا الأوراق المطلوبة على موقع إدارة الهجرة أنا قمت بتوفيرها وتقديمها بشكل كامل فهون الاستعلامات بتحوله للشيف أو إذا هو قدر يوصل للشيف اللي هو مدير القسم يعرض له بشكل لطيف أنا بشدد كتير على حقيقة تحت كلمة لطيف وإن كان الظرف في الانتظار بالدور والوقت الطويل يعني يسبب ضيق الحقيقة الصدر للمراجعين بس معلش يعني مرحلة صعبة وإن شاء الله تكون عنق زجاجة تنتهي بانتهاء انتخابات البلدية يطول باله ويراجع الموظف أو أيام حقيقة أثمرت مع بعض المراجعين مثل ما بيقوله يغيب أو يخرج لمدة ساعة ويحاول أن يراجع موظف آخر ويقدم الأوراق بشكل لطيف أيضا وتكون صحيحة ونظامية ورسمية ضمن القائل يقوله أنا على موقع إدارة الهجرة ووفرت أوراق تفضل صارت معنا الحمد لله سمعنا عديد من الحالات يذكرون فيها أن الشخص تقدم لي إقامة بغض النظر عن نوعها وتم تجديدها لأكثر من مرة لمدة سنة أو سنتين أحيانا أو سنة ونصف في مرة من المرات يأتي القبول بأقل من سنة علما أن الأوراق كاملة مدة جواز السفر تسمح بأن يكون عشر سنوات لماذا تأتي أقل من سنة؟ تأتي أقل من سنة هذا الأمر هي عائد لتقييم إدارة الهجرة يعني هي بتخيل مرحلة التقييم قد يكون مثلا في ثغرة لما عب الموعد هو طلب أو بمدة صلاحة التأمين أو صلاحة عقد الأجار أو قد يعني ترتقي الدولة أنه هي تعطيها الشخص ستة شهر إذن العمل بتعطي ستة شهر أيام إقامة سهية بتعطي ستة شهر أو سنتين يعني أسبوع الماضي منح سنتين لأحد مراجعين عراقية أخت عراقي ومنح الآخرين ستة أشهر والبعض رفض أسباب شبه؟ أهلا الرفض هي غالبا بيجي مثلا شخص هذا لسبب واضح كان شخص من الأخوة العراقيين مقيم في منطقة مغلقة وهي الفاتح ورزق بمولود وقدم الأسرة كاملة وقدم لأبنه معه طفل رضيع فرفض الطفل وفق المادة اثنين وثلاثين بندة اثنين وثلاثين يعني يتعرض مع موضوع العنوان فهو العنوان كونه أجنبي ما بصير يكون وين أنه الطفل أجنبي أو مواطخ العراقي أن يثبت في منطقة الفاتح طب ما هو عايش مع أم وأبوه هون يجب أن يجأ إلى القضاء ليوضح هذا الأمر عن طريق حكم قضائه ويسترد إن شاء الله نعم على ذكر التأمين التأمين الذي نقوم بالتقديم عليه في مختلف أنواع الإقامات أين يمكن أن نستفيد منه أنا بحقيقة أهيب بكل شخص يأخذ تأمين أن يطلب ويصر على استكمال حقه بأخذ قائمة المستشفيات المتعاقدة مع هذه الشركة واحد أخذ قائمة المختبرات مختبرات التحاليل المتعاقدة مع هذه الشركة وأن يشيك الحقيقة يأخذ التأمين من شركات موثوقة أو مكاتب موثوقة لأنه مع الأسف بعض ضعاف النفوس يقوم بإلغاء التأمين بعد بضعة أشهر بيقول لك تطمن والله المراجع أو العميل خلاله أو الأخذ الإقامة وأخذ التأمين فبيلغي التأمين وبيسترد نسبة من القيمة هذا الأمر كفيل لأنه الحقيقة لا سمح الله إذا تعرض لأي ظرف طارق أنه ما يتغطى طبعاً اللي بيغطي التأمين اللي بيقول له هو عبارة عن شرائح بتعرف حدثك التأمين الحد الأدنى هذا بيأمن أي عاجل لا سمح الله طارق حادث سيارة لا سمح الله صار معه وقع لا سمح الله حريق أي شيء بيأمنه لغاية عشرين ألف غالبية الشركات بتأمن علاج بالمشافي لغاية عشرين ألف ليرة وفيه طبعاً مجموعة من المخابر ومخابر التحليل أيضاً تكون من درجة طبعاً كلهم على حدة كل شركة إلى قائمة فيأخذ القائمة ويحتفظ فيها معلومة مهمة جداً لأن أغلب الذين يقدمون على الإقامات ويستصدرون التأمين يعتقدون أن التأمين هو ورقة تحصيل حاصل لا فعلاً إذا هو أخذ من شركة موسوقة ومكتب موسوق ومعه القائمة وراجع بشكل نظامي وبوليسة التأمين اللي يملكها سارية الصلاحية ما في مشكلة إن شاء الله هل يشمل التأمين المستشفيات الحكومية؟ الحقيقة مثلاً هي قائمة كاملة خاصة بالمستشفيات الخاصة رفتري تأمين الخاص هذا للمستشفيات الخاصة طبعاً لأي شخص على أراضي جمهورية تركية أن يطلب العلاج من المستشفيات الحكومية ويدفع رسوم الحقيقة هي تتراوح بين السبعين للمئة وخمسين ليرة يعني كمعاينة وهي تعتبر نوعاً ما منخفضة في بعض المستشفات الحكمية والمستوصفات له الحق طلب المراجعة ودفع هذا المبلغ وإن كان لا يملك حتى إقامة جواز سفر يكفي ما هي آخر القوانين المهمة فعلاً والجديدة بالنسبة للإقامات؟ حقيقة التجديد دائماً وأبداً عن موضوع العنوان يعني أخي أنا أدعو أي شخص مقيم في تركيا غيرت رقم تلفونك أخي حدث معلوماتك بإدارة الهجرة أنا رقمي كان كذا وأتغير لكذا غيرت بيتك خلال أسبوع لازم تكون ناهي موضوع تثبيت السكن لك ولعائلتك كاف مثلاً إيميلك غيروا الإيميل حدث معلوماتك إذا غيرتوا مثلاً خلي معلوماتك up to date دائماً لا تعطي أي معلومة غلط حقيقة كثير ما فيه عندنا أخ جارنا كمان صار له سبع سنوات مقيم إجوا على البيت ما لقوا لغولوا الإقامة علما أنه مجدده وصار له سبع سنوات في البلد حقيقة التغت ولجأ إلى القضاء والآن إن شاء الله يعني بيوصل لقرار إلغاء هذا الإبطال فالقوانين هي السكن ثم السكن ثم السكن نعم تجديد على السكن المناطق المغلقة هل تغلق في وجه الطلاب؟ هل تغلق في وجه من يشتري عقار في هذه المناطق؟ الحقيقة بالنسبة للمناطق المغلقة يستثنى منها الطلاب الطالب له حق وين جامعته يسكن جنبه لو كانت منطقة مغلقة مثل خلينا نقول الفاتح أو أسنيورت أو بيشكتاشي الأخري له الحق أن يسكن ومستثنى تماما من موضوع الإغلاق أو المنع بس طبعا حسرا بدي يكون مسبت تسجيله دافع رسومه أخذ الأورنجي بالقسي بشكل كامل بالنسبة لموضوع العقارات مع الأسف يجب أن يشتري جديد لا بدي يشتري منطقة وفتوحة القديم ما قبل القرار أوكي ما في مشكلة يستمر ولكن من الجديد الحقيقة قد يواجه صعوبات يعني قد تكون مستحيلة بهذا الأمر نعم اليوم تم تداول خبر حول إغلاق المكاتب التابعة لإدارة الجنسية بالولايات منها توقيف الترشيحات الجديدة إلغاء جميع المواعيد المقابلات حتى إشعار آخر وعدم استدعاء الشخص الجديد الجنسية ما مدى صحت هذه الأخبار أستاذ وصلني الخبر حقيقة اليوم على السوشيال ميديا ولكن الحقيقة ما وصل شيء رسمي ولم يصدر شيء رسمي من إدارة الهجرة لا بل اليوم استقبلنا مراجع مع ورقة الموعد وفيها الأوراق المطلوبة جواز سفر شهادة ميلادي لآخر هي ويقوم بإعدادها وترجمة الحقيقة يقدمها للجنسية فما في شيء رسمي تمام هذا أولا ولكن الحقيقة دائما تعودنا على الشائعات أو بلون اختبار التي تسبق القانون أو القرار أو الخطوة التنفيذية يعني وارد الأمر صح وليس مستغرب مثل ما أطلق بها الفترة هاي من هون للانتخابات البلدية يعني وارد ولكن ليش شيء رسمي واليوم الحقيقة إيجانا شخص عم يقدم للمؤسسة أوراق للترجمة اللي يقدم طلب وإملاء الفورمز كيف أزيد من فرص طلبي للجنسية الطلب للجنسية الحقيقة يتعلق بتقديري بثلاث أمور أول أمر اللي حكينا فيه معلومات محدثة ما لي مشاكل ما لي روحات مغافر مثلا ما علي أي ما سمح الله ما حاكم قضايا دعاوة اثنين معلومات محدثة سكاني وكذا وقائم بموضوع الاندماج بالمجتمع التركي هذا جدا مهم الشغلة الثالثة تعلم اللغة التركية الآن صار بشكل واضح لما بتروح بتراجع على الجنسية مجرد ما تحكي تركي أنا بعرف أخ الجنسية المصرية مقيم صار له سنين وعنده ما شاء الله مؤسسة تجارية رائدة حقيقة رفضوا طلبه تماما علما أنه عم يتقدم هو بإذن عمل صار له أكتر من ست سنوات ورفضوا فقط وفقط لأنه ما بيحكي تركي أبناء البالغين الراشدين أبلوهم بأنه بيحكي تركي هو رفضوا تماما فقط لأنك لا تتحدث اللغة التركية فهذا الأمر جدا مهم اللغة التركية الاندماج عندك أي شهادات مثلا قدرت أنت تعمل ماستر بجامعة تركية كتير بيفيد ملفك عملت دكتوراه عملت لغة مثلا كذا هاي الأمور كلها بتدعم الحقيقة ترشحك للجنسية التركية على طبعا رقمك المسجلة عند إدارة الهجرة بتيجي عليه رسالة أو عنوانك الصحيحة بتيجي عليه ظرف مغلف أو على إيميلك هل توقف طلب الأشخاص ترشيحهم للجنسية التركية؟ كيف يعني ما فهمت توقف الطلب الحقيقة لا من مبارح لليوم وقت ما طال الخبر ما إيجانا لا إي ولا لا يعني ما لا لا ما في شي رسمي على موقع إدارة الهجرة أشيكنا الحقيقة كل حسابات إدارة الهجرة لما الخبر هنتشر عن طريق أظن مكتب محاما أو ما في شي رسمي لم يتم الإشهار عن أي شي رسمي أبدا حسابات إدارة الهجرة